البراك متحفظا ومقترحا زيادة المكافأة النيابية بنسبة 150% مبالغ فيها وإقرارها قبل الذمة المالية نوع من أنواع العبث أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من تلفزيون الرأي قانون الذمة المالية ثم إقرار زيادة مكافأة النواب تلك هي التراتبية المنطقية التي أكد على ضرورة تطبيقها النائب مسلم البراك في تعليق له على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص برفع مكافأة النواب إلى 5750 دينارا شهريا البراك وفي تعقيبه على زيادة المكافأة قال أن القضية يجب أن يتم ربطها بقايدين أولهما أن لا تكون المكافأة وزيادتها مبالغ فيها فمن غير المعقول أن ترتفع بنسبة 150% أما ثاني القيود فيتعلق بعدم جواز إصدار قرار برفع قيمة المكافأة قبل الإقرار النهائي لقانون الذمة المالية حتى تعرف المداخل المالية للنواب للتأكد أنه لا علاقة له نهائيا في التجارة أو المناقصات أو غيرها وأضاف البراك أن هناك نوابا يتحولون بمجرد انتخابهم من نوابا إلى تجار بل أن البعض منهم لو كان يحصل على مكافأة مقدارها 100 دينار سيظل يتبع الأساليب غير المشروعة في الحصول على أموال السحت ختم البراك معتبرا أن النقاش في رفع قيمة المكافأة قبل إقرار قانون ذمة المالية هو نوع من أنواع العبث